على البحر وفي الأسواق وكبرى المجمعات التجارية حياة طبيعية يمارسها الكثيرون دون خوف من فيروس شريطة أخذ احتياطات في تجمعات وأماكن تسوق حديث للناس وردة فعل لوباء كورونا وسبول الوقاية أماني من هاي الناس بس واحد يأخذ احتياطاته ويطلع ويمارس حياة الطبيعية وبنفس الوقت يأمن على نفسه يعني مثل غلافز الكمام يلبس فأفضل ما يقعد يعني في البيت يعني يطلع يخلص شغله والوزارة صحة ممقصرة تعليمات أول فول موجودة بكل مكان والكل يعني الحامي بالأول آخر رب العالمين إن شاء الله وزارة صحة ممقصرة مواطن يثني على إجراءات حكومية وآخر يطمن ويحث الجميع لممارسة حياتهم فلن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم الحكومة ما قصرت في جميع النواحي هذه فمن أول يوم كان في حالة تأهو وفي حالة استعداد وفي كل شيء يسوه ولغاية اليوم ما قصروا ولا رح يقصروا بس هؤلاء يتكلمون عن هذا وهذا كل شيء ما عنده شيء ولكن الوقت الحاضر حكومة ما قصرت ورا رح تقصروا يوم كبير في السنة لن تمنعهم تداعيات الفيروس من التنزه وآخر أشاد بجهود وزارة الصحة اللي الله كانت بيصير أنت طبق اللي طلبوا منك حط الكمامة لا تقعد مع المجموعات اغسل يدك مثل ما طلبوا منك وكان الله غفر رحيم أطلع وروح وي ومارس حياتي العادية أكل من المطاعم توني ماكل من المطاعم أنا أطلع فادي أكل من المطاعم أنا أكل لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم مطاعم وكافهات ومحلات كل من فيها يرتدي قفازة وكمام واقي حماية لنفسه ولغيره ومرتادون بعضهم أخذ سبر وقاية وآخرون الأمر طبيعيا من وجهة نظرهم جولتنا في عددين من المجمعات والمولات التجارية كشفت عن التزام من قبل المطاعم والمحلات التجارية بلفز القفازات والكمامات وارتياح شعبية بالإجراءات الحكومية والصحية في مواجهة فيروس كورونا أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس